مرحبا حضراتكو في الفقرة الأخيرة وهي الفقرة المحببة اللي ده يعني ناس كتير جدا تستناها عشان كمان النصايح اللي بتيجي من هذه الفقرة والنهاردة احنا نتكلم تحديدا عن أهمية المكملات الغذائية لصحة هنا العظام والمفاصل تحديدا احنا دايما يعني من أكتر وأهم الحاجات اللي تقريبا بتهم أي يعني شخص انه هو كان يكون عنده صحة جيدة ونهو كمان يعيش حياة سلسة ما فيهاش مشاكل ما فيهاش أمراض ما فيهاش أي أثار سلبية أي برضو حاجات موروثة من أمراض مختلفة نحاول ان احنا زي ما بتقال كده الوقاية خير من العلاج نحاول احنا نتلاشاها نتجنبها طيب هنعمل ايه وخصوصا فكرة هنا ألم العظام والمفاصل من الألم اللي بتبقى مزعجة جدا يعني بتبقى مزعجة جدا والأصحابها وللعيلة كلها حتى لأن طبعا انت بتحتاج ان انت تخلي بالك من الفرد اللي عنده مشاكل في العظام في المفاصل وكمان للأسف الشديد ممكن ان النتيجة لو كانت سلبية وما خدناش بالنا ممكن في الآخر تأدي إلى تغيير مفصل وتغيير المفصل ده ألام وفظيعة وفي نفس الوقت تكاليفه عالية جدا ازاي ممكن ما نوصلش لهذه المرحلة ونخلي بالنا وإرشادات تبقى من البداية وزي بقى فيه فيتامينز الواحد ومعادن يحصل عليها ويقدر ان هو يتلاشى كل هذه المشاكل الكل ده هنعرفوا الإجابات على كل الأسئلة اللي أنا طرحتها دي هنعرفها من ضفنا العزيز جدا اللي منوارنا دكتور علاء الدين أحمد المستشار التبي لشركة بيكس فارما صباح الفل والخير على حضرتك بنجور يا فنم أهلا وسهلا بنجور دي كلمتي شفت ازاي لم تتابعنا بقى أنا أخدت منك بنجور وحيك خدت مني المفاصل والأزوار والمكملات الجزائية شفت الفرق بقى نحن خلاص بنتبادل أدوار خليني الأولى أفكر حريكي حنا الحلقة اللي فاتت نهيناها بإيه اللي كانت يوم اللي اتنين اللي فات حيك فاكرة حنا نهيناها بإيه إحنا بقاني موضوع حنا اتكلمنا فكتير لا أبص حلح نهيناها الوقايا خير من العلاج أنا فاكرة أنا فاكرة كويس قوي نهيناها بالنحن نتمنى النصر للأهلي وده تعمل ده خارج النوضوع التبدي يعني أنا بفتكرت حاجة طبية والنهاردة بنتمنى إن شاء الله بكرة الأهلي النصر وإن شاء الله تعالى أنا بتفعل بحقيقة حاجة بتفعل بيه فإن شاء الله بكرة إن شاء الله نحتفل بفوز الأهلي في الموضوع بإذن الله يا رب إذن الله إحنا متفقلين بـ 23 كده على كل الأسعاد إن شاء الله حيك أصرتي فيه 3 عبارات حيك أصرتيهم أصارت المكملات الغذائية وأصارت العظام وأصارت المفاصل خلينا بقى نعرف التلاتة كده قبل من نقش في موضوعنا يعني إيه مكمل الغذائي من اسمه أنا أريد أن أديك مستحضرات متكامل للنظام الغذائي بتاعك لأن الغذاء هو الأساس بيمد حريك بكل العناصر والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية اللي أنت محتاجها عشان تقدر تقوم بنشاط الحركي بتاعك سوى سوى كنشاط حركي خارجي أو نشاط حركي داخلي يعني حاجة تخيلة لو حدش بياكل مش قدر يتحرك من سريره فإذا المكمل الغذائي ده هو مستحضر بيمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية لجسمك اللي أنت بترش تاخدها بكفايتها أو بالجرعات المطلوبة أو بكماية الأطلوب من الغذائي على فكرة حقيقة سلامة الغذائي بتصنف أي فيتامينات ومعادن في صورة مكمل الغذائي كأنه أطعام عشان كنت لاحظة أن في بعض البلدان الأوروبية أو الأمريكا بتلال فيتامينات المعادن المحطوطة في الصورة والماركت لأنه هو بيعتبره أكل حيث أصارت العظام وأصارت المفاصل هنربط ما بين المكملات الغذائية والعظام والمفاصل خلينا أول نعرف يعني أعظام هو العظام ده جزء من مكونات الجسم الهيكل العظمي هو ليه دور مهمي جدا هو بيحمي من ضمن الأدوار الوظيفية أنه بيحمي ساعات عضاء الداخلية للجسم يعني القفص الصدر ده جزء من تركيبة الهيكل العظمي بيحمل القلب بيحمل رئة بيحمل كبد بيحمل معدة المفاصل هو أي عظمتين بيلتقوا بعض عن طريق الأربطة والغضريف بيسموها إيه؟ مفصل مفصل رجبة مفصل كتف مفصل خود اللي هي السائل يعني؟ لا السائل ده اللي هو بيبقى موجود ما بين الغضريف هنتفعل العظمتين بيلتقوا بعض عن طريق الأربطة والغضريف ده بيسموه مفصل السائل اللي موجود بين الغضريف ده الحاجة بتقول عليه وده ممكن ينقص برضو ينتج عن المشكلة من ده اللي احنا هنتكلم فيه خلينا أخذ الموضوع من أوله كده مكمل غذائي يعني الجسم عندك أصبح لا ينتج الفيتاميات المعندي بكمات الكافية طيب العظم هو الأساس في تركيب العظم هو الكالسيوم الكالسيوم والفصفور الكالسيوم هو اللي بيكون العظم والفصفور هو المسؤول عن قوة العظم يبقى الكالسيوم ده مفروض ان انت بتاخده من صغرك في صورة الأكل بتاعك يعني المفروض ان احنا بناخد في اليوم 1200 ميلي جرام من الكالسيوم وده ما بيحصلش اللي هو ما بيسموهم تلت وحدات من منتجات الألبان لأن الألبان هو المصدر الأساسي للكالسيوم فبتيجي عند السنة 30 وال40 وال50 بتلاي عندك هششة في العظم لأن انت ماخدش الكالسيوم الكافي بتاعك من صغرك فأنا محتاجة دهولك في صورة مكمل غذائي بس هو قبل الكالسيوم فيه عندي مشكلة تاني أكبر وهي مشكلة فيتامين دي لأن فيتامين دي ده هو المسؤول عن امتصاص وترسيم الكالسيوم في العظم يعني أنا لو عندي نقص في فيتامين دي أي أن كان اللي بتاخد الكالسيوم بتاعك مش هيترصف في العظم يبقى لازم لأول حاجة أحللك مشكلة فيتامين دي عشان كده بنتكلم على أول مكمل غذائي بتاعنا اللي هو الفيتيبكس الفيتيبكس ده هو تركيز الفيتيبكس ده فيه 2000 واحدة دولية على فكرة احتياجات الجسم في اليوم من 2000 إلى 4000 يعني إيه وحدة دولية؟ ده القياس بتعليق أم عشان كيف أقولك المصطلحات التبادي الناس مش هتفهمها يعني إيه مثلا مثلا 50 جرام 30 جرام هي الوحدة القياسية بتاعته كده هو بس يهمين الساد السادة مش لن يعرفوا إيه أنه واحتياجاته في اليوم نفوض ياخد 4000 من 4000 إلى 5000 وإحنا من الأكل ممكن نحصل على كم تأذين؟ بس إحنا ما بنحصلش على كده لينا نتعرض للشعة الشمس لأن الشعة الشمس هي المسؤولة عن تحرير فيتاميندال بس أنا أصل ما بيخدش أكل فيه فيتاميندال يعني على سبيل المثال أكبر مصدر أساس الفيتاميندال هو مثلا صفار البيض هو عصير البرطقان ده إحنا بنأتوش بالكمات الكافية بتاعته بلضافة إن إحنا لن نتعرض للشمس بالكمات الكافية فبقى أصبح عندنا نقص فيتاميندال يبقى لازم الأول حليلك نقص فيتاميندال هو التعرض للشمس ده بمعنى أن أنا أقعد في الشمس عادي ولا لازم جلدي يكون متعرض للشمس مش بس وشي وإيدي ده سؤال في منتهى الأهمية وده الهدف الأساسي من فقرة بتاعتنا إحنا إزاي ندي للأستاذ المشاهدين الثقافة أولا التعرض للشمس هو الشمس بتاعت الصبح والشمس بتاعت الغروب والتعرض للشمس بيبقى حريك تتعرض بتعريض مباشر بس يعني مثلا حقيقة لو تفتكر زمان الأطفال كان بيتعاني من الكساح أو عندها وتأوس يقول لك لازم تحط رجله في الشمس هو المقصود برجله في الشمس إيه أنا بعمل حاجتين أنا عايز أحرره فيتامين دال وعايز بالتالي أي كالسا ما هياخده هيمتص تمام وعلى فكرة ناسي الكبيرة برضو بينصح أن هي تعرض جسمها للشمس ركابها المفاصل أي مشكلة في العظم يبقى حلوتي أنا أديتك عن طريق الفيتابيكس اللي هو الألفين واحدة دولية وعلى فكرة دي جرعة وقائية يعني إيه يعني أنا أريد لك أنا مش مستنيك تعاني من ناس أو أعراض ناس فيتامين دال أنا أريد لك حاجة وقائية بتأخذ أرس واحد بعد الفطار طيب لو أنت بتعاني من أعراض فيتامين دال أو عندك مشكلة في العظم بتأخذ أرسين مع بعض يبقى أول حاجة أنا أزبطي لك فيتامين دال عن طريق الفيتابيكس اللي هو الأرس أو الأرسين هما بعد الفطار طيب دلوقتي إحنا نروح بقى للعظم اللي هي مشكلة الكالسا لأن أنا خلاص حلت لك مشكلة العظم لازم حل لك مشكلة الكالسا مشكلة الكالسا إن إحنا اتفقنا إن هو إحنا من نخش الجرعة الكافية بتاعتني عشان كده أنا حططولك في صورة المكمل الغذائي التاني بتاعنا اللي هو أسيد زيت بكس وإحنا اتفقنا إن هي السلامة الغذائي قالت المكمل الغذائي ده طعام يعني أبقى أعتبر نهاردة بديك طعام خلي بالك وعلى فكرة هي السلامة الغذائي دي تابعة لمنظمة الفاو تحت انشراف حيات الأمم يعني أعزوا لحيك إيه هم خلاص أقروا إن أي مكمل الغذائي بيحتوي على فتابتهم عادل هو طعام فأنا بديتك الطعام بصورة مبساطة يبدل أن تبديك الكالسا في صورة السيد زيت بكس 1350 ميلي جرام من الكالسا ومحطوط في صورة كالسا وليه تحط في صورة كالسا لأنه وجدوا إن الكالسا الأشكال الأخرى من الكالسا الموجودة في السوق بتأثر في المعنى وبتأثر في المعنى يعني حيك لو أخذت مثلا الكالسا في صورة كالسا كربونات حيك لما بتاخده عندتك بتوجعك ممكن تخش في إمساك أنا حلت كل هذه المشكلة في صورة الكالسا وبرضو إحنا الرفرنس بتاعني هنا المنظمة مثلا منظمة الصحة العالمية يقولك إن هو كبروتوكول بيتخذ الكالسا في صورة الكالسا في صورة الكالسا يعني أي حد في صورة الكالسا طب ليه المشكلة ممكن تبقى موجودة عند نس تحت الاربعين برده ده هو أي حد عنده المشكلة بعد قبل سنة ربين يأخذها إنما هو حتى لو عندوش المشكلة حتى لو عندوش المشكلة بيأخذ عقود عشان بس إن نوضح ده للناس بس في صورة الكالسا بس هتريد تمام باخد قرص بعد الغداء يبقى إحنا كده حلنا مشكلة العظم بس حيك أثرت المشكلة مهمة جدا ومشكلة المفاصل حيك أثرت في المقدمة بتاعتك إن إحنا لو ما تعالجناش أو ما تعالجناش مع المفاصل الكالسا نخش بشدة رجبة ونخش إن نحن تغير مفصل وعملية مكلفة جدا والمشكلة تغير مفصل ومؤلمة جدا بالظبط كبه وجدوا إن جسم الإنسان فيه ثلاث مواد هم بينتجهم وهم المسؤولين عن صحة الربط والغضريف كلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك أسد اللي هو الساحك قلت عليه ناخد الأول الهيرونيك أسد الهيرونيك أسد ده المشكلة مع تقدم في السن أو مع حركات الرياضية الخطئة عشان كده ممكن تلاقي الرياضي يقولك أنا عندي مشكلة فقط وضروف مثلا هو إيه اللي حصل السائل اللي هو الهيرونيك أسد ده بين الغضريف إيه اللي حصل ابتدى يقل لحد ما الغضريف تتاكل في بعض ودخلنا في مرحات خشونة الرجبة وعلى فكرة هيرونيك أسد ده قريدي الجسم بينتجه بس أصبح لا ينتجه بالكمية الكافية عشان تحافظ على نسبة هيرونيك أسد بين الغضريف ده هنتكلم كده على المكمل الغذائي التالي بتاعنا اللي هو الجونت بيكس الجونت بيكس هو مصدر من مصادر هيرونيك أسد بصورة مكمل الغذائي طيب حانا كده إيه أنا سهلت لك حركة المفصل عن طريق السائل ده عشان كده تلاقي فيه ناس يقولك إيه أنا بسمع صوت تقطاع في الرجبة خلي بالك صوت تقطاع في الرجبة ده يعني السائل قال وإحنا ندخلين في مرخلة كشونة الرجبة اللي بتسبق مرحلة تغيير المفصل تخلي بالك طيب الجونت بيكس عمل إيه تاني قالك أنا أحديك الكلوكوزامين وكندراتون في صورة جونت بيكس كلوكوزامين حطه في الجونت بيكس بتركيز 500 ميلي جرام وعلى فكر احتياجات الجسم في اليوم 1500 يعني فوض الجسم ينتج لـ 1500 ميلي جرام من الكلوكوزامين وده ما بيحصلش نتيجة للعدادات الغذائية الخاطئة عشان كده أنا أحطولك في صورة إيه مكمل الغذائي وتفايل مكمل الغذائي يعني إيه يعني طعام أنا أحططك الكلوكوزامين في الجونت بيكس بتركيز 500 ميلي جرام عشان كده أنا لو وقائي هتاخد قرص واحد في اليوم 500 ميلي جرام يعني أنت بتمارس رياضة أو ست اللي في البيت بتعمل أعمال منزلية صعبة شوية بقول لها أخذي قرص جونت بيكس قبل ما تنامي ومش هتعاني من هذه المشكلة يبقى طيب ناخد الدوزز بتتاخد إزاي عشان نستبقى عارفة إيه اللي قبل الفطار إيه اللي بعد الفطار إيه اللي قبل النوم بس أنا عايزة أخلص حاجة في الجونت بيكس بسرعة كده هو فيه مادة الكلوكوزامين الكوندروتون دي برضو مسؤولة عن صحة الأربطة والغذريب بتركيز 100 ميلي جرام فيه آخر حاجتين في الجونت بيكس اللي هو مستخلص الجينجر ومستخلص الزنجبيل وده مساكل الألام وبيحافظ على كفاءة الدورة الدموية في منطقة المفصل آخر حاجة في الجونت بيكس اللي هو مستخلص البرومالين اللي هو مستخلص الأناز ده مضاد للتورم الناس اللي هي بيقردي عندها مشكلة في المفصل ممكن تلاقي منطقة المفصل دي فيها تورم السؤال حقيق مهم جدا الجرعات ببناء إحنا بنتكلم على كورس يبقى لازم أقولك الجرعات بتاعته إزاي وهل بتختلف من كيس لكيس من سن لسن ولا لا السؤال ده في منتهى الأهمية حقيق فيه أرقام ترفنات موجودة على الشاشة أنت لما بتتصل كولد سنتر ناس متخصصة بيرد عليك بيسألوك بعض الأسئلة وساعتها بيحددو لك الجرعة هل هي جرعة علاجية ولا جرعة وقائية إذا يعني فيه حاجة وقائية وفي حاجة علاجية آه حنا انتفقنا الوقائي خروم العلاج بزرط طيب الوقائية يعني أنت ما مش بتشتكي بس أنا مش عايزك تشتكي من مشكلة مفصل أو العضل طيب وبناخد قرص سيت زيت بيكس بعد الغداء والجوينت بيكس بخليه بعد العشرة هو ليه كلهم بيكس في الآخر عشان الشركة اسمها بيكس فارما آه أوكي تمام ده مش اسم يعني الإنجريديينت لا هو هو الاسم التجاري اللي موجود في السوق جوينت بيكس تمام تمام سيت زيت بيكس جوينت بيكس يعني حقيقة لما تروح تسأل عليه في السعادلات أو في المستشفات موجود بهذا الاسم أوكي تمام وبيكس فارما جاي منين برده ده إله شكل بيكس ده يعني بداخل فيها أنا افتقرت حاجة ليه علاقة يعني حاجة طبية أو لا هو الجوينت بيكس ده الجوينت ده هي حاجة بالمفاصل والبيكس الاسم الشركة أوكي تمام يحنا لو بنكلم على وقائي بناخد قرص فيتا بيكس بعد الفطار وبناخد قرص سيت زيت بيكس اللي هو الكادسان بعد الغداء وبناخد جوينت بيكس بعد العشرة طيب لو حاجة علاجية باخد اتنين قرص فيتا بيكس اللي هو فيتامين دال بعد الفطار مع قرص قلب الملتفيت وهنا نتكلم عن قلب المفضلاتي حالا وقرص سيت زيت بيكس بعد الغداء وقرصين جوينت بيكس بعد العشرة يبقى قرصين لو أنت قريدي بتشتكي من أعراض ألام المفاصل طب احنا هنا في الكورس بتاعنا حقيقة لو تلاحظوا على الشاشة موجود القلب الملتفيت والقلب الملتفيت هي الحالة على أساس مغنية علينا عرض قبل ما نخشها القلب الملتفيت احنا قلنا الكورس عامل إزاي ده للأعمار كلها من أول صح كده سنة 12-13 سنة تمام خلي بالك هو والجرعة على الأعمار كلها سواء أنت عندك مشكلة أو ما عندكش مشكلة حقيقة مش ملاحظة أن الأطفال اللي بيتلعب وتمارس نصعب بتشتكي من مشكلة في الرجبة أو حتى لعبت الكورة ممكن يقول لك أنا عندي أعطف الغضروف ممكن عندي أعطف بالأسف فعلا دلوقتي بقت كمان منتشرة بشكل كتير اللعب غلط في الجيم بيتمرنوا غلط حاجات زي كده ممارسة رياضة بصورة مستمرة على فكرة الموضوع برضو بعنف حالاتك في أساس في التأكذية من الصغر وعشان كده تلاحظي أن في بعض الناس بيجي لها قطع في الروباط الصليبي بعض الناس ما مجلهاش أيوه مع أن هما اللي تنبلعبوا في ناس المكان بس ده نشأ التأكذية بتاعته عشان كده الجوينت بيكس بدولك كوقائي يعني أنت لو مش عايز تخش مني في مرحلة الغضاريف وكشونة الرجبة وساعات في مشكلة الروباط الصليبي خد أرس الجوينت بيكس تخليه روتيني معاك الحالة النهاردة حيك أصرتي في المقدمة حيك المكملات الغذائية والفيتاميات المعدن عشان كده عندنا المكمل الغذائي الرابع بتاعنا اللي هو القلب المونتفيد والقلب المونتفيد هنتفقنا هو ده طعام صح؟ يعني أنا بديك أكل في صورة أرس بمن هو مكمل الغذائي وفيتامياتهم عادي حاجة أتلاحظ أن المونتفيد هو من المونتفيد الندرة اللي في السوق اللي بيحتوي على 13 عنصر من الأنصر اللي انت بتحتاجها زمان لما كان مثلا مريض السكر عايزين نكتب له فيتامين بي نروح كاتبله فيتامين بي الواحده طب هو كمان محتاج ياخد حاجة للمناعة نكتب له فيتامين بي الواحده طب هو محتاج حاجة كمان ترفع كفاية الجهاز المناعة بتاعه كاتبله زنك الواحد أو لو عندها مشكلة في الشعر أو لو عندها مشكلة في البشرة نكتب لها حاجة خاصة بالبشرة كل ده إحنا جمعناه في مستحضر واحد اللي هو القلب الملطفيد القلب الملطفيد بياخد أرس بعد الفطار وعلى فكرة من أهم المكونات الموجودة في القلب الملطفيد اللي هو الفوليك أسد اللي هو مسؤول عن فقر الدم على فكرة هو المصدر الأساسي للحديد هو المفهود أن أنا بأخذ مثلا نسي لحمة، الكبدة، السبانخ، البلح ما بأخذش كمات الكافية فبالتالي ممكن أعانم النقص الحديد فأنا أريده لك في صورة أكل بسيط اسمه القلب الملطفيد كويس جدا وقلب الملطفيد ده الجرعة بتاعته أسدتة اللي نحن بنتكلمش منها أنا أريدك حاجة أخي بناخد أرس بعد الفطار مع الفيتابيكس عشان كده إحنا ربطنا الاتنين مع بعض على فكرة هو اللي كان نقص الحاجة الوحيدة اللي نقصها في القلب الملطفيد اللي ندتهلك في الفيتابيكس طيب إزاي برضو نحصل على الكورس ككل يعني هل مثلا موجود في كل الصيدليات في المحافظات كلها هل الأرقام على الشاشة بتوصل ولو بتوصل بتوصل للمحافظات كلها يعني خلينا برضو عشان الناس تطمع من أسواق لبارس ما تروح الكورس هيوصل لك في أرقام الشاشة موجودة الأرقام التفاصيل موجودة على الشاشة حاجة بتتصل التفاعل الكورس سلطة الناس متخصصة بترد عليك بتسألك شوية أسئلة في الآخر بتحدد لك الكورس والجرعات وبيوصل لك لحد بيتك وعلى فكرة موجود هذا الكورس في بعض المستشفات الكبرى وده دلالة على الثقة في الكورس هو هنا على فكرة هو كورسين مش كورس واحد كورس المالتي فيتامز اللي قلبي مالتي فيت وكورس العظم اللي هو عبارة عن جونت بيكس الفيتابيكس وستيزي بيكس طب هل ممكن حد يجي يقولك ده كده حاجات أدوية كتيرة هنحمش بأدوية كتيرة مع إفريد أنا بسافر بروح باجي برضو ترد عليهم بس أنا اتفاق أنا مش أدوية هنأتكلم على مكملات غذائية وضعيت منزو حاجات لطائية هو أنت المفروض الحاجات يتأخذ على مدار يومك في الأكل ما أنت بتخذش من كلماتك كافية هو أصبح جزء بيكمل الأكل بتاعك يعني أنت بتاكل لو أنت ببتاكلش هيبع عندك مشكلة أنا بقولك كأنه جزء من أكلك بقى حابت عندك علشان ما تعليش بمشكلة شاشة عظام وبعد كده تكسر في العظام أو بتغيير مفصل أو خشونة رجبة يعني عايز أقولي أنه هو جزء من أكلك دلوقتي هيل جدا طيب لو أنا تكلمت برضو معاك لأنه بتيجي أسئلة مختلفة بحاول نحن نجمحها مع بعض هل ممكن حد مثلا يقولك أنا بيأخذ مالتي فيتامين مختلف غير ألبا مالتي فيت بس أنا برضو عايز أخذ ألبا مالتي فيت مع المكامل الغذائي التاني دي بقى هو تكتفي بألبا مالتي فيت لا بص حريك أحيك هذا السؤال ده في متقالها ما يعني مثلا هاتيك مثال في الإلبا مالتي فيت الجرعة بتاعته خمسونة ميلي جرام من فيتامين سي ما ينفعش تكون أنت تاخد فيتامين سي من مصدر تاني وتاخد الإلبا مالتي فيت أو العكس لأن فيتامين سي لما بزيد الجرعة زاد لازومك تدخن في حصوات وبعدين ما أنا حلت لك المشكلة دي كلها أنا أديتك مجموعة فيتامينات ومعادل في قرص واحد يبقى محترامل أي حاجة تاني أنت هتاخد إلبا مالتي فيت أنت خدت كل فيتامين بالجرعات اللي أنت محتاجها يعني مثلا الزنك في الإلبا مالتي فيت 23-19-18 هو الجسم محتاج في 23-19-19 فيتامين سي 500 ميلي جرام هو الجسم محتاج 500 ميلي جرام وهكذا فهو أنا لا أحبز أنك تاخد مصدرين مختلفين لفيتامينات ومعادل إنما ممكن تاخد حاجة تاني مكملة يعني مثلا تاخد أم جسري أوكي مش موجودة في القلب ما تاخدها أديتك الفيتابيكس فأنت مش تاخد فتا مني تاني لأن أنا أديتك لك مع القلب مالتي فيت وصولة الفيتابيكس حلو جدا كمان ده ممكن يكون مفيد للناس اللي هي فئات مختلفة بقى الناس اللي بن السوائين اللي بيسافروا على طرق مختلفة الواحد محتاج حاجة تديله نشاط تديله طاقة فاحنا نتكلم على القلب مالتي فيت والكورس بتاعه هو يعني يعتبر زي ما بتقل كده الأساس في الموضوع ده بدلا ما يروح بقى البعض بيلجأ لحاجاته عقاقير ممنوعة وبتدخل تحت السجل لفكرة أنه هو مخدرات أو مخدر وحاجات زي كده هو هو إيه اللي بيحصل هو عنده هو ما بيأكلش كويس فبقت الفيتناتر المعدن عنده قلت فابتدى يحصل يقول لك أنا مرهق أنا تعبان فيبتدي يأخذ حاجة صهاره وبحكم شغله أنا بقوله ما احنا اتفقنا مش أنا اللي بقول إن حقيقة سلامة التغذية بتقول إن المكمل الغذاء الذي يحتوي على فيتامينات معادل هو أتبرو طعام فأنا أديتك أكل على فكرة بس يدوك في صورة مبسطة خدت قرص بعد الفطار بتاعك يبقى كأنك كالت وجبة متكملة من الفيتامينات والمعدن أو بتحتوي على فيتامينات والمعدن هو بتمدي الجسم من التوانيات والمعدن إلجأ للحاجات الطبيعية إن الواحد ما يلجأش للحاجات اللي تندرج في قايمة المخدرات والحاجات اللي زي كده يعني الواحد ما يضيعش نفسه بصراحة بالشكل السريع ده أو البسيط ده زي أنا بتقال إحنا اتفقنا الفقراء بتهت الوعي مهم اللي هي الثقافة الثقافة التغذية يعني النهاردة طلعنا بإن المكمل الغذاء هو طعام مش أنا اللي بقول برضو هيئة سلامة التغذية بتقول كده فمن أنا بديك طعام إيقان أنت يقولي السنة ما بفترش كويس فأنت باخدش في الفتر بتاعك اللي في تنمية المعنى فتا خد فبقى جسمك مرهق بقيت تعبان عايز حاجة تصحقيق بقولك لا أنا هديك حاجة طعام في صورة قرص تاخده بعد الفتر بتاعك الواحد على قد ما يقدر بيحاول أنه هو يدي النصايح والإرشادات اللي تفيد كل السادة للمتابعين والفي الأول والفي الأخر بتصب في مصلحته يعني ومن ناحية الصحية الواحد لازم يهتمه زيه هنرجع نقول تاني الوقاية خير من العلاج الواحد ما يسيبش نفسه للغاية لما يجي له مشكلة حقيقية الواحد ممكن فجأة لقيه وقع من طوله ده يبقى راجع لنقص فيتامينس كتير جدا هو سوق تغذية وبتاع لا احنا فغينا عن طوله هو التعديل لكلامك بيحصل عندك نقص فيها فبتطي تعني من خلاص بقى الأعراض بتاعت نقص الفيتامينس والمعين طيب خليني بردو أكد على حاجة وهي قبل ما نختم عايز أكد على الصحة النفسية والعصبية الدربات القلب كل الحاجات دي الفيتامين ممكن ان هو يزبطها لنا يحسن المود حالة النفسية تتحسن بكلم تحديد على القلب من تيفيد لا احنا هكلمك عن كرسي كله فيتامين دال هو العمل المشترك في ان انت لو عندك نقص فيتامين تخش في كآبة تخش في قلق تخش في توتر تخش في فرق الواحدي بقاعد مش عارف مشكلته ايه ما فيش حاجة اقول لك انا فجأة متضايق على فكرة انا على المستوى الشخصي ماشي على الفيتامينس على فكرة ليه لان احنا كلنا بنعاني من نقص فيتامين دال صح لو رحت عملت في التحليل هتلاقي كده يعني مثلا حيك أثرت الأعصاب ما هو المصدر الأساسي في العصاب هو نقص فيتامين بي 12 فانا هتطولك في القلب ملتفيد تمام على فكرة الزنك من ضمن الحاجات اللي بتحسن من حال المزاجي انا هتطولك في القلب ملتفيد يعني عايز اقولك ان المكمل الغذائي هو بيقيك من حاجات كتير قوي تخش بقى في نقص فيتامينات وتخش في كآبة واكتئاب وتوتر والحاجات دي كلها عن طريق الكورسي بتاعنا هو برضو الجوانت بيكس على فكرة ربطة على المفاصل ده ماهون عنده مشكلة في المفاصل العظام بيعاني نفسيا مش كويس طبعا دكتور علاء كالعادة اكيد نورتنه استفدنا جدا من حضرتك شكرا لك جدا ان شاء الله نحتفل يوم الحد نتنصر الاهلي طبعا يا رب بإذن الله احنا ابتدينا الأسبوع بأخبار حلوة وفرحنا بالنادي الاهلي يا رب كده كمان بإذن الله في المتشاط القادمة والويك اند ونرجع بقى يوم الحد ونقول بإذن الله صباح النصر مرة تانية زي ما الأهلي هو اللي معودنا نقول كده بشكر حضراتكم نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة يوم الحد أنا وكريم وعشة صبح في الأهلي مع السلامة